أهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد بنتكلم معنا استعدادات منتخبنا لمباراة تناجرة بالمناسبة كابتن حشيش كابتن ماهر بشوف كده أخبار كأس الأمم ممكن منتخب المغرب هالعم مباراة مع غانا خطوا هجوم المغرب بالكامل غايب بسبب إصابات كرونة بالكامل تخيل المغرب المرشحة هو الفيروس هيكونه المنافس الأول الفرق هتوصل نهايات إزاي الشكل ده اللي هو بداية صعب أصلها بأنها بتزيد يعني بس شكلها بتزيد فربنا يسطر يعني بس ودي فعلا هتغير الخريطة التوقعات تماما يعني الناس اللي متوقعة دايما اللي هما اللي هما هيبقوا في المربع الزعبي ممكن تلاقي منتخبات تانية موجودة السنغال بدون إدوارد مندي الحارس الأساسة وحارسة شيلس وكوليبالي مدافع نابولي مش موجودين فأول مرشح صاحب الكورون أوبا ميانجي برضو نفسه يعني برضو كان ممكن تروح برضو حتى أبع يعني فممكن القصة دي تحدد فعلا البطولة للسناد يعني طيب نرجع للتريزيجي بعد غياب أكتر من حوالي 9 شهور بسبب الرواط الصليب وكلنا صعداء بعودته دلوقتي مع الإصابة الصعبة التي تعرض لها هل كارلوس كيروش ممكن يدفع به في البداية؟ أنا ما أعتقدش صراحة يعني أنا ما أتوقعش أنه يبدأ به بقى له فترة غايب اللعيب برضو لما يبقى غايب فترة من إصابة وإصابة قوية حتى لو خف في 100% بيبقى يعني نازل برضو المبرات الآن فما بقى لك بقى كابتن ماهر نازل في مبرات زي نجيريا وفرقة قوية وطبعا التحامات هتبقى شديدة وهيبقى فيه تخبيط جامد وقوة لأن المبرات مصر ونجيريا هتحدد بطل المجموعة بشكل كبير وأنا أعتقد أن الفرقتين بيسعوا أن هما يكسبوا من البداية عشان حتى يدوا انظار ليه بقية الفرق البطل اللي عايز ياخد بطولة من أول مباراة وخصوصا لما بيكون البطولة خارج أرضه بأن بلده عايز يوجه انظارات وعايز أنه يدوس على الفرق الكبيرة من البداية عشان يقول أنا مش جاي بس أطلع الضر البعض أنا جاي أخش على النهاية فما أعتقدش كيروش أنه هو حيجازف ويلعب تريزيجي ممكن يلعب مرموش مرموش شافه قبل كده طبعا ولعب خلال فترة فاته بيلعب في ألمانيا على طول ورجل أساسي على طول وعنده مستوى عالي شوفنا تقلق منه في الفترات اللي فاتت اللي لعب بيها وعشان كمان برضو يخلي حد زي تريزيجي برضو بديل جامد يبقى فيه عنده احتياطي أو دكة قوية ترجمة نانسي قنقر